السلام عليكم أخواتي كنتم من تكونوا بخير وعلى خير محبب بكم في قناة طبخ سمية اليوم إن شاء الله سنشوفوا طريقة تحضير متلجات سهلة وسريعة بدون قوالب بمداقة بحل جاهز تماما والأهم أنه بأقل تكلفة ممكنة سنستعمل فيه علب الشيبس ونخرج منه أشكال مختلفة ونكهات مختلفة كذلك ستردي جميع الأدواق وقبل ما نمشي المقادير وطريقة التحضير فإذا كنتم أول مرة تزور القناة فاشتركوا فعلوا الجرس باشتوصلوا دائما بجديد الوصفات ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير سنبدأ بسم الله على بركة الله سنضروا الطريقة والمقادير في نفس الوقت في واحد الإناء وضعت القجدة الطرية اللي عندي باردة خمسمائة ميلي لتر دي القجدة الطرية اللي كنضربها وكتولي على شكل كريمة فبالنسبة لهذه القجدة الطرية اللي غادي نستعمل أنا فا بدون السكر إلا كنتم غادي تستعملوا اللي فيها السكر فغادي تضربوها مباشرة أنا هنا غادي نضيف أربعة معالق ديال السكر سانيدة وغادي نضرب هاد القجدة الطرية فما غاديش نضربوها بزاف غادي نخليها شوية كريمية غادي نخليها خفيفة باش هكاك تصلحنا القلاس ديالنا غادي نورديكم القاوام ديالها قوام ديالها تشاهدوا مجرد ما تطلع الكريمة ديالنا يعني ما تضربوها شبز يعني حتى تولي تقيلة نقدم ضربها كتر من هكا وتولي أتقل ولكن حينما نضرب غادي نضرب بها الغلاس ديالنا فحجتنا تبقى غيب هاد الشكل غادي نوريكم القاوام ديالها هانتما قوام ديالها تشاهدوا به بقي خفيف على هاد الشكل صفي الان غادي ناخد هنا كما تشوفوا عندي الحليب المركز المحلة تقدروا تستعملوا الجاهز كانت الوصفة التي تضربت لكم يعني انا قضيت لكم الوصفة ديال Elizabeth وكذلك الوصفة ديال الكراميل وصفتين في وصفة واحدة سنحتاجوا هانا الكراميل وحليب المركز وكيف لا تراكم هانا نضع الكراميل قياس المعالق كبار الكراميل لا يعدل الكأس إلا ربع نضيف الكراميل نضيف القشدة نضيفها بالتدريج نضيف الكيمية نضيف نصف نضيف نصف ونحتفظ بالتدريج نضيف الكراميل ونصف نضيف القشدة نضيف نضيف الكراميل مع القشدة الطريقة ونضيف نضيف 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 حليب المركز نضيف نضيف الكراميل ونضيف نضيف 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 النبو الخلف ونضيف نضيف نضيف حقا للن نضيف 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 نطيلة كبير اضع لون اضع الخليط لكم الاختيار وكيف لا تشاهدون يكون القوام الخليط على هذا الشكل فقد ضربنا الكريمة فتولي لدينا كريمة لا تضرب الكريمة خفيفة سوف نأخذ قنينة كيف لا تشاهدون او اي قنينة تكون دائرية على هذا الشكل فهذه تقوم بحل كارتون من بعد ان نريد نقطع الكريمة سوف نقطع الكريمة وسهل تقطيع تقدروا في اي علبة العصير كذلك الكارتون الآن سوف نفرغ الخليط سوف نفرغه هنا كيف لا تشاهدون بعد ان نضرب الكريمة في هذه العلبة سوف نضرب واحد شوية لكي تقدر وسوف نغطيها بهذه اللي تأتي معها او بشي بلاستيكة وسوف ندخلها المجمد سوف ندخلها المجمد تجمد جيدا وسوف نحضر الآن سوف نحضر الغلاس الابيض بنكهة الحليب المركز سوف نأخذ الحليب المركز كما قلت لكم سوف نحضر معكم في فيديو سابق سوف نعبر منه كأس كأس الحليب المركز ما يعادل 100 ميلي لتر وتقدروا تضيف أي منكهات اي مناسبات تقدروا تضيف الكاكا اي نكهة اي نكهة تقدروا تضيفها في هذا الجلاس وكذلك الكراميل وكذلك الكراميل وكذلك الحليب المركز سوف نقوم بإضافة القشدة التارية الكريمة التي قمت بها سوف نخلط جيدا هذه العناصر سوف نقوم بإضافة الآن بعد أن نقوم بإضافة الخالط على هذا الشكل سوف نقوم بإضافة الآن سوف نقوم بإضافة ونقوم بإضافة الخالط هذا الخالط وبعد ما وضعت الخالط كيف لا ترى في هذا الشكل سوف نقوم بإضافة ونقوم بإضافة المجمد على الأقل 12 ساعة يعني حتى يجمد هذه الخالط جيدا ومن الأفضل أن تدخلوه لتلاجة ليلة كاملة ونقوم بإضافة بعد ما يجمد القلاس حتى يجمد الخالط إضافة ونقوم بإضافة الزمن ونقوم بإضافة المجمد الآن سوف نحتاج بالنسبة لأول بإضافة بشيبس بحسب يجب يكون نفس القياس هذه العلبة للشيبس فانا لقيت فقط هذا اللي محشي بشوكولاتة إذا لقيته بدون شوكولاتة يعني غي حبت دائريا هيكون من الأفضل كيف ما كتشوفو حلته هنا بحل هكا لأن هذا اللي كيكون محشي بشوكولاتة فكيكون صعيب أنكم تحلو كيتكسر بكل كيتكسر بسرعة سوف نبدأ نقطعه في هذا القلاس دينا كيف ما كتشوفو فها هو جمد فقد ناخد واحدة سيكين للي غادي تكون حادة وغادي نقطع الجلس ديالي على هاد الشكل كيف ما كاتشوفو وغادي نوضار ديك القطعة ديال البيسكوي على هاد الشكل من الأسفل ثم غادي نقررج التك الخالج Vladimir ديال شيبس بها الطريقة وغادي نوضار القطعة تانية ديال البيسكوي وكيجيني على هاد الشكل ؟؟؟؟؟؟؟؟ اضعوا قطع البيسكويت اضعوا قطع البيسكويت اضعوا قطع المجمد اضعوا قطع المجمد اضعوا قطع المجمد اضعوا قطع البيسكويت اضعوا قطع الكراميل اضعوا قطع المجمد والمعرب الأخرى اضعوا القطع الكراميل اضعوا قطعي الكراميل اضع عنقj كوكو فيشكويت ويأجم الشرفيل الآن سوف نقطعه على هذا الشكل كيف لا ترى فخصه لأساس أنه يكون مجمد مزيان سوف نضع علامات السمك على هذا الشكل ثم سوف نضع رأس حاد سوف نضع علامات السمك على هذا الشكل سوف نضع الفتحة سوف نضع العود على هذا الشكل سوف نقطع بهذه الطريقة سوف نحتاج حبيبات الشوكولاتة سوف نضع الشوكولاتة السوداء سوف نضع المقص سوف نضع الجوج الفتحات على هذا الشكل وسوف نحيدها من الفوق بكل سهولة وسوف نضع الأخر الأسفل لا تصورتها جيدا ولكن سوف نعود معكم بوحدة أخرى سوف نضع الشوكولاتة وسوف نضع الشوكولاتة هنا سوف نضع أخر سوف نضع العلامة سوف نضع السكين في الوسط تقب على هذا الشكل بسكين الذي يكون لديه الرأس حاد سوف نضع العود بهذه الطريقة وسوف نكمل التقطيع بهذا الشكل سوف نضع الآن مقص بالنسبة لهذا سوف نضع المقص سوف نضع المقص سوف نضع المقص من كل جهة فتحة سوف نضع بكل سهولة هذا الزائد العلبة سوف نضع على هذا الشكل الآن سوف نضع بعض الكوكولات ونضع بهذه الطريقة سوف نضع على هذا الشكل كذلك سوف نضع رائع وسوف نضع طريقة التحضير من البيض من الجهات ونضع كيفية إذا سوف نحضّر الشكل لدينا شوكولاتة سوداء وخلّتها بردات على هذا الشكل سوف نضع الكوكاو ومهرمش سوف نضع الكوكاو ونقوم سوف نضع لتحضير المزيد الشوكولاتة على هذا الشكل سوف نقطعه بنفس الطريقة على هذا الشكل سوف نغطسه في الشوكولاتة وسوف نضعه مباشرة في ورق الزبدة وندخله المجمد وكيكون هذا هو الشكل دياله بعدما نخرجه من المجمد وصلنا نهاية الفيديو فكانوا هدهم المتلجات اللي حضرت معكم اليوم شي حاجة اللي بسيطة سهلة اقتصادية وكتوجدوا بسرعة فإلى عجبكم الفيديو دياليوم فما تبخلوش عليا بلايك خلوا هد الفيديو وصل أكبر عدد من لايكات واشتركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة كتزرواها وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات وبرتاجيوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب باش تعملوا فائدة ونتلقوا في وصفة أخرى مع فيديو آخر دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله